لسه متواصلين في أخبار الرياضة لأنه معنا فقرة رياضية بخصوص مباراة الدور قبل الأخير في كاس العالم 2022 اللي بيتلاهب في قطر المنتخب المغربي هيواجه النهاردة نظيره القدواتي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع قبل المباراة النهائية اللي هتتلاهب بكرة بين الأرجنتين وفرنسا وبكده يتم إزدال الستطار على نسخة كاس العالم 2022 خلونا نعرف قراءة وفية عن مباراة اليوم ما بين المنتخب المغربي والكرواتي ويطرى هي التوقعات الفنية لمباراة الأرجنتين أيضا وفرنسا في نهاية المنديال من الناقد الرياضي الأستاذ عمر عزيزي صباح الخير أستاذ صباح الخير يا أحمد صباح الخير على كل استدر مشاهدين يعني بتشوف إزاي النهاردة مباراة المغرب وكرواتيا ويمكن هو لقاء ليس هو الأول لأن المغرب قابل كرواتيا في دور المجموعات في مباراة انتهت دون تسجيل أهداف لكل منهما شايف اللقاء صعب ولا هيكون فيه خبرة لكل من المدير الفني لكل الفريين تحديدا فيه نقاط القوة والضعف لفري الأخر في البداية خلينا نتكلم على أن المنتخب المغربي خلاص عمل الإنجاز يعني سواء كسب خسر أي حاجة مش فارق هو خلاص الإنجاز يتحقق بأنه هو يعني من ساعة دور التمانية ده أول فريق عربي يوصل دور التمانية وبعد كده دور الأربعة بقى أول فريق عربي وإفريقي يوصل للدور ده بس عندهم طموح أكبر ده طبعا هو ده المطلوب وده اللي باين يعني شوفنا مثلا ما خسر من فرنسا لعيفة المغرب زعلانة يعني أنت بتخسر في قبل نهاية كاس عالم ومع ذلك زعلان يعني أنت مش راضي كمان يعني الطموح هم علوا سقف الطموح جدا وحقهم صراحة إنجاز كبير إنجاز يحسب لهم فبالنسبة لمطش بقى كرواتيا النهاردة مطش الأولاني خلص صفر صفر كان فيه تحفز شديد جدا يعني كان يعتبر من يعني من أسوأ المباريات اللي تلعبت في دور المجموعات من حيث الناحية الهجومية فريق المتحفزين بطريقة كبيرة ودي طريقة لعبوهم وده غالبا اللي هيحصل النهاردة برضو الموضوع ده ممكن يعني يتفك بجون بدري يعني لو دخل هدف بدري ممكن ساعتها هو ده اللي يفتح المطش شوية لكن طول ما النتيجة صفر صفر الفريقين متحفزين الفريقين يعني قوتهم في دفاعهم وخط الوسط الهجوم مش أفضل حاجة عند الفريقين فطول ما النتيجة هتفضل صفر صفر طول ما هيفضل التحفز موجود ممكن توصل لركلات الترجيح بنفس الشكل طيب احنا شفنا حياة منتخب المغرب انجاز كبير زي ما حالنا نتكلم ويمكن الأداء اللي احنا شفناه في الملعب أداء مش حظ لان زي ما انت قلت وصل للدور الاربعة فده أكيد نتاج خطة مدروسة يعني كان فيه بالفعل حتى التحركات تحركات اللعيبة مدروسة كل حاجة كانت مدروسة بالفعل ومنتخب المغرب ممكن احنا كلنا دلوقتي عاديين مرتكلم احنا عايزين ناخد هذه التجربة ونطبقها تجربة منتخب المغرب ازاي ممكن نبني عليها هو الاول مبدئين ما ينفعش نقول حظ يعني الحظ ده ممكن يقف معاك مثلا مرة لكن انت تتصدر المجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا تكسب بلجيكا اللي هي كالتالت العالم في الكاس اللي فات والتعادل مع كرواتيا وتكسب كندا وتطلع متصدر وبعد كده تخرج فريقين كانوا من المرشحين هم يكسبوا كاس العالم سواء اسبانيا او البرتغال فده طبعا صعب انك تقول حظ المغرب يعني اشتغل من حتى كاس العالم اللي فات يعني الجيل ده كان واضح انه هو هيعمل حاجة كاس العالم اللي فات خرجوا من دور المجموعات بس كان اداءهم كويس يعني كانت مجموعاتهم كمان صعبة سواء اسبانيا او البرتغال اللي هو خرجوهم المغرب خرجته السنة كانوا مع المغرب في كاس العالم اللي فات المغرب خرج بصعوبة في كاس العالم اللي فات بنى على ده واشتغل على نفس الجيل مع مدرب جديد اللي هو وليد الريكراكي قدر يعمل كده احنا هنا في مصر يعني خلينا نكون يعني بصراحة شديدة بعيد تماما عن اللي حصل يعني احنا لسه ناقصنا كتير جدا 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 يعني من بداية من الدور المصري المستويات الفنية مش افضل حاجة اللعيبة المصرية حاليا مش هي بتاعت زمان يعني احنا مثلا الجيل التاريخي بتاعنا اللي هو من 2006 ل2010 بكل صراحة اللعيبة اللي موجودة دلوقتي يعني ما الجيش ربع اللي موجود في الجيل انا قسفة بس افضل اتكرر عليك السؤال في كل حاجة هتقولها ليه دي موهبة يعني كمواهب بس ما اقول هي فرق موهبة فقط؟ لا طبعا فرق تخطيط طبعا يعني انت لازم تبتدي تشتغل على حاجة زي كده لو انت مثلا احنا يعني احنا يعني انا اسف ما وصلناش كاس العالم اصلا يعني مثلا احنا مش بنتكلم اننا نوصل لا احنا مش بنوصل كاس العالم احنا مثلا نوصلنا سنة 90 وبعد كده سنة 2018 فرق كبير جدا وبعد كده تيجي السنة اللي بعدها ما توصل احنا يعني اقصى طموحنا اعتقد احنا نتأهل هو ده المشكلة ان احنا عاملين اقصى الطموح اننا نتأهل واحنا فعلا مش بنتأهل يعني فدي مشكلة فاحنا عشان نوصل لانجاز ده المغرب ده لا انت محتاج تخطيط سنين وسنين كبيرة جدا طيب احنا متكلم على النهاردة هيكون نازلتكو امام الرجراجي شايف المنافسة هتكون ازاي لكل واحد فيهم هل الرجراجي هيلعب بنفس طريقته اللي بيبتدي بيها المباريات دايما 4-4-2 ولا هيغير طريقة اللعب وهيبتدي يهاجم اكتر ما يدافع في هذه المباراة تحديدا لانه خلاص مباراة تحديدا لمصير بالنسبة له واخر لقائيا لا ما اعتقدش يعني اعتقد ان هيفضل نفس السيناريو والفريقين هيعتمدوا على الدفاع والهجوم المرتد فدي بتبقى يعني المتشاط اللي هي بتتحسن بتفاصيل صغيرة جدا راقة الترجيع او هدف مثلا يدخل فاعتقد اه فاعتقد هتفضل هيفضلوا بلعبوا بنفس الاسلوب المغرب عايز يعمل انجاز ان ما فيش فريق من بره اوروبا او امريكا اللاتينية خد مركز التالت خالص طول تاريخ كاسل العين فدي حاجة لو حصلت يعني هتبقى حاجة كبيرة جدا فالمغرب بيسعى ان هو يحقق الانجاز ده يعني تكملة للانجاز طبعا الكبير اللي هو عمله بانه يتقاهل لنص النهاية كنك تختم تالت العالم حاجة طبعا ما كانتش في الخير كل الاحوال طبعا مرتمنا له كل التوفيق لكن في كل الاحوال هو من افضل اربع منتخابات على مستوى العالم النتيجة مش هتأثر في اي شيء حتى لو خسر النهاردة يعني النتيجة عمرها ما هتأثر اودا في اللي حصل هم تكلم في ان هو يعني بيطمح لأعلى كمان من اللي هو وصل له طيب فيه ماتش كمان تاني الارجنتين وفرنسا يمكننا نرى دائما على فيسبوك او عن معوقع التواصل الاجتماعي من اسمع فرنسا ومسي يعني المختصرين منتخب الارجنتين كله فمسي لكن منتخب فرنسا اللعيبة يعني ما تعرفش تقتصره او تختصره في لعب بعينه لو هنتكلم على الماتش نفسه الماتش نفسه زي اي ماتش نهائي اللي هو هيبقى خمسين خمسين مهما كانت الفرقات بين المنتخبين خمسين فرنسا والارجنتين اكيد اكيد طالما ماتش نهائي ونهائي كاس عالم فهتفضل الموضوع خمسين خمسين ما اقدرش تدي افضلية لحد عن التاني ابد يعني زي ما انت قلت هو فعلا فرنسا عندها حلول كتير جدا سواء مبابي سواء جريزمان سواء ديمبلي جيرو يعني كتير لكن لو رحنا الارجنتين هو ميسي يعني وكل صراحة ميسي يقدر بعيدا عن كل النجوم دي ويقدر في اي لحظة من الماتش يغيره تماما وده اللي شفناه طول المشوار في كاس العالم يعني ميسي هو بيعمل كل حاجة سواء بيسجل سواء بيصنع ده اللي شفناه في مبارات المغرب وطول البطولة كمان يعني طول بطول الارجنتين من بعد ماتش السعودية مثلا الارجنتين تحولت تماما خلاص بقى ميسي اللي هو حس بالخطر يعني ده اخر كاس العالم من الميسي هو اعايز يعني ياخد كاس العالم طبعا قبل ما يعتزل فده حاجة هتفضل في تاريخه لان الارجنتين هناك دايما المقارنات بين ميسي ومارادونا اللي هو مارادونا خد كاس العالم انت مخدش كاس العالم فهو ميسي بقى اللي هو ايه زي حطها في دماغه خلاص اللي هو وزاي ه eyesightينه يعني هاجيبوا هاجيبوا اه خلاص بقى يعني هتشايف مين الاقرب اللي هو يحمل كاس العالم؟ ميسي وما باي؟ يعني أنا أمنياتي ميسي أكيد يعني إحنا يعني الجيل بتاعنا ده اللي هو يعني طلع مع ميسي مردو ميبابيه ميسي مش سهل ميبابيه أكيد مش سهل بس ميبابيه لسه صغير العمر قدامه طويل سنختلف معك بقى أنا ثمانياتي لنبقيه في صراحة ما هو لسه العمر قدامه طويل لكن لو بلتت من ميسي السنة دي خلاص ميسي لسه يعني تتكلم في فكرة أنه هو لي يعني ميسي خلاص بقى بشعبية أبطر ويتتوج بقى مشواره الكروي بأنه يستاهل على مجمع مشواره ميبابيه خدسة المرة اللي فاتت الكاس اللي فات بخلاص يعني برضو ميبابيه كان بيدور فكرة على لفت الأنظار لي في هذه البطولة تحديدا في كاس العالم وشوفنا أثناء تتويجه بأفضل لعب وإيه لما كان بيخفي الشعار الخاص بإحدى الشركات يعني اللي موجودة فيه أو اللوجو بتاع السلوجو متاع موجود على هذا الكاس تحديدا لفت الأطواء لي وإدر كمان يكسب ود الدول العربية والإسلامية تحديدا بتصرفات صغيرة شوفت دي إزاي هو ميبابيه إزاي ما أنت تقول فعلا هو بيحب دايما أضواء تكون علي حتى من السيافة قبل كاس العالم اللي هو قصة أن ريال مدريد عايزه أنه رايح ريال مدريد فكلما كان الموضوع يهدى كان يتلاقي حاجة طلع في الصحف هو بيتكلم مثلا يبتدي يلمح لحاجة وفي الآخر جدد مع باريس سانجيرم فهو برضو نفس التصرف دا دا ما راح معسكر فرنسا دا يتكلم في حقوق الصور بتاعته أنه هو عايز يبقى موضوع منفصل وقدر يكسب القضية دي يعني هو حارب على القصة دي وقدر يكسبها عمل القصة بتاعت الشركات الشركات الرعية زي ما أنت جدت بتقول هو يعني هو من قبل كده بيتكلم دايما أنه هو مش عايز اسمه يرتبط بأي نوع من الشركات دي خالص يعني هو أي مكان بتروج لإيه الشركات الكحولية تحديدا هو مش عايز لأنه بيقول يعني هو شايف نفسه قدوة للأطفال هناك في فرنسا سوى ما بدأ يحترم أكيد طبعا ما فيهاش كلام وهو يعني قدر يبرهن على دا أنه هو كان بيداري اسم الشركة ما بيتكلمش مع الصحفيين حتى تحذر قبل كده أنه هو مثلا يبقى فيه غرامات فيه حاجات زي كده هو ما يعني ما تهزش بكلام زي دا خالص ما تكلمش مع الصحفيين بعدها يتكلم في المؤتمر الصحفي يتكلم في مؤتمرات صحفية بشكل عادي لكن بعد تتويجه بأفضل لعب ما تكلمش خالص ولا مرة تغير كمان صوره مع بعد الفوز طبعا على منتخب المغرب صوره كمان مع حكيمي هو صحاب جدا في بريستان جيران وغير كمان بعد الفوز هو راح ظهر المغرب مرتين يعني مرة بعد مطش أسبانيا ومرة بعد مطش البرتغال راح لهم المعسكر هناك وقعد مع حكيمي ظهر كمان قبل المطش وهم في النفق اللي طالع على المغرب وهم بيهزروا مع بعض بعد مطش فضلوا عادي مع عد فيعني هذه الكورة هاتب بعد الفوز طبعا بيوسيه وانه مش بس تحتفل بقى ايو لانها كلها ايام وهم رايحين تاني وعسكر واحد مع عد وميسي كمان رايح مع عد كله خلاص يعني هيبتدوا يستعدوا بقى الدوري الأبطال ومطش بيرن ميونيخ فيعني كلهم يعني هذه الكورة وده اللي نتمناه هنا في مصر اللي هو موضوع احنا عندنا دايما خناءات لا ايام يعني ده كاس عالم وقالين شايفين مثلا الناس بتعمل ايه انت هنا اهلي وزا مالك مثلا ما تشدتهم خناءات دايما الشيء دي كورة ابدا اشتركوا في القناة